بعد انتهاء التقلبات الجوية العنيفة التي ضربت مناطق الجنوب الغربي بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة هذا ما أكده عميد بلدية غات إبراهيم الخليل للأحرار وعلى الرغم من استعادة بعض الخدمات الأساسية بمناطق الجنوب الغربي إلا أن تداعيات السيول ما زالت تلقي بظلالها على السكان فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة بارتفاع أعداد النازحين في تهال وغات إلى أكثر من خمسة آلاف وثمانمائة شخص مما يعكس حجم التحديات التي تواجه البلديات المتضررة في توفير المأوى والخدمات الأساسية للنازحين حالات النزوح المتزايدة صاحبتها تحذيرات من غرفة الطوارئ في غات والتي نبهت المواطنين إلى المخاطر البيئية الناتجة عن المستنقعات المتشكلة بفعل السيول وتلوث المياه واختلاطها بالنفايات ومياه الصرف الصحي مشيرة إلى أن هذه المستنقعات الملوثة تسببت في انتشار الحشرات الضارة مما يفاقم من معاناة السكان تحذيرات غرفة الطوارئ بغات لاقت استجابة من قبل الجهات الحكومية حيث أعلنت إدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي تشكيل فرق رصد وتقص لتقييم حجم الأضرار البيئية في مدن تهالة وغات والبركت مشيرة إلى بدء عمليات الردمي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة إضافة إلى تزويد البلديات بمضخات الرش والمبيدات لمحاربة التلوث والحفاظ على صحة السكان وفي خطوة أخرى نحو إعادة الاستقرار للبلديات المتضررة فقد أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة التيار الكهربائي إلى مدن غات والعوينات وتهالة والبركت وذلك سعيا منها لتحسين الظروف وتخفيف معاناة المواطنين ومع تزايد أعداد النازحين واستمرار المخاوف من تلوث بيئي بسبب المستنقعات وانتشار الحشرات يبقى التساؤل حول مدى قدرة الجهات الحكومية على تقديم حلول فعالة للتعامل مع الأزمة وتوفير المأوى الآمن لسكان المتضررين بالجنوب الغربي ترجمة نانسي قنقر